بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم في سلسلة من الأنشطة نتناول اليوم نشاطاً في الأعداد المركبة نتعرض في هذا النشاط إلى تطبيقات للأعداد المركبة في ميدان الهندسة من خلال التعبير عن تحويل نقاطي بواسطة الأعداد المركبة وتعيين العناصر المميزة لهذا التحويل نص النشاط المساوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مباشر A, B, C و D نقط من المساوي لواحقها على الترتيب 1 على 2 ناقص 3 على 2 E 1 زائد 3 E 1 ناقص E ناقص 3 زائد 4 E S التشابه المباشر الذي يحول النقطة A إلى النقطة C ويحول النقطة B إلى النقطة D أولاً ألف عين العبارة المركبة للتشابه S با استنتج العناصر المميزة للتشابه S ثانياً عين التحويل S تركيب S محدداً طبيعته وعناصره المميزة تالتاً نضع M فتحة تساوي صورة M بالتشابه S و M فتحتين صورة M فتحة بالتشابه S أثبت أن G مرجح النقط M فتحة M فتحتين المرفقة بالمعاملات 2 ناقص 2 واحد على الترتيب مستقل عن النقطة M حل للنشاط الجزء الأول ألف نعين العبارة المركبة للتشابه S لدينا S عبارة عن تشابه مباشر وبالتالي عبارته المركبة من الشكل Z فتحة يساوي A زاد زائد B لدينا التشابه يحول A إلى B إذن صورة A هي B ويحول A إلى C إذن صورة A هي C ويحول B إلى D إذن صورة B هي D ومنه نعود لاحقة A في العبارة التشابه إذن A في لاحقة A واحد على ثنين ناقص ثلاثة على ثنين E زائد B يساوي لاحقة C أي واحد ناقص E ويحول B إلى D إذن نعود لاحقة B في عبارة التشابه A في واحد زائد ثلاثة E زائد B يساوي ناقص ثلاثة زائد ربعة E إذن تحصلنا على جملة معادلتين ذات المجهولين A و B إذن معادلة واحد والمعادلة تنين نضرب طرفي المعادلة واحد في العدد الثنين حتى نتخلص من الكسور إذن نجد A في واحد ناقص ثلاثة E زائد ثلاثة B يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة E والمعادلة تنين نضرب طرفي المعادلة تنين في تنين نجد A في تنين زائد ستة E زائد ثلاثة B يساوي ناقص ستة زائد ثمانية E وبالطرح نجد بالطرح نجد A كعمل مشترك واحد ناقص ثلاثة E ناقص واحد ناقص ثلاثة E ناقص ثلاثة E ناقص ثلاثة E تنين بي ناقص دين بي صفر إذن يساوي تنين ناقص ناقص ستة أي تنين زائد ستة ثمانية ناقص ثلاثة E ناقص ثلاثة E أي ناقص عشرة E ومنه A يساوي ثمانية ناقص عشرة E على ناقص واحد ناقص ثلاثة E نضرب البص والمقام في مرافق المقام ويساوي ناقص واحد زائد ساعة E أي تمانية ناقص عشرة E في ناقص واحد زائد ساعة E على ناقص واحد ناقص تسعة E في ناقص واحد زائد ساعة E ويساوي ناقص من يا زائد تنين وسبعين E زائد عشرة E زائد تسعين على ناقص واحد مربع واحد زائد تسعة مربع واحد وثمانين ويساوي ناقص من يا زائد تسعين ويساوي اتنين وتمانون زائد تنين وسبعين E زائد عشرة E ويساوي تنين وثمانين E على تنين وثمانين ويساوي واحد زائد E نعود قيمة A في المعادلة مثلا تنين معادلة تنين نجد واحد زائد E في واحد زائد ثلاثة E زائد B يساوي ناقص ثلاثة زائد ربعة E أي B يساوي ناقص ثلاثة زائد ربعة E ناقص واحد زائد E في واحد زائد ثلاثة E ويساوي ناقص ثلاثة زائد ربعة E ناقص واحد زائد ثلاثة E زائد E ناقص ثلاثة أي ناقص ثلاثة زائد ربعة E ناقص واحد ثلاثة E ناقص ثلاثة E ناقص E زائي ثلاثة ويساوي ناقص ثلاثة ناقص واحد زائي ثلاثة يعطينا ناقص واحد ربعة E ناقص ثلاثة E ناقص E يعطينا سفر وبالتالي B يساوي ناقص واحد إذن العبارة المركبة لتشابه S Z فتحة تساوي AZ أي واحد زائد E في Z زائد B أي ناقص واحد ننتقل للسؤال الموالي السؤال B استنتاج العناصر المميزة للتشابه S أي إيجاد النسبة والزاوية والمركز نسبة التشابه S كA وتساوي طاويلة A وتساوي طاويلة واحد زائد E وتساوي جدر 2 أما زاويته هي عمدة A وتساوي عمدة واحد زائد E وتساوي B على 4 أما مركزه فهي النقطة الصامدة الوحيدة أوميغا ذات لاحقة Z صفر حيث Z صفر يساوي B على 1 ناقص A أي ناقص واحد على 1 ناقص نفتح قوس 1 زائد E وتساوي ناقص واحد على ناقص E أي ناقص E ومنه أوميغا هي النقطة ذات الإحداثيات صفر ناقص واحد السؤال الثاني يطلب منا تعيين التحويل S تركيب S وتحديد طبيعته وعناصره المميزة لتكون M نقطة لاحقتها Z وM1 لاحقتها Z1 صورة M بالتشابه S وM فتحة لاحقتها Z فتحة صورة M1 بالتشابه S وبالتالي تكون M فتحة صورة M بالتحويل S تركيب S لدينا Z فتحة يساوي M فتحة صورة M1 بالتركيب S Z تحة يساوي 1 زائد E في زاد ناقص واحد وبما أن M1 صورة M بالتشابه S إذن Z تحة يساوي 1 زائد E نفتح قوس 1 زائد E في زاد ناقص واحد ناقص واحد ويساوي 1 زائد E مربع في زاد ناقص واحد زائد E ناقص واحد ويساوي لدينا 1 زائد E مربع يساوي 2E أي 2E زاد ناقص واحد ناقص E ناقص واحد أي ناقص 2 ناقص E وهي العبارة المركبة للتحويل النقاطي S تركيب S وهي عبارة من الشكل Z فتحة يساوي AZ زائد B أي S تركيب S هو تشابه مباشر عناصر المميزة النسبة K وتساوي طاولة A وتساوي طاولة 2E أي تساوي 2 أما زاويته تيطا عمدة A وتساوي عمدة 2E وتساوي B على 2 زائد 2K أما مركزه يبقى النقطة أوميغا لأن S تركيب S لأوميغا يساوي S لأس لأوميغا ويساوي S لأوميغا ويساوي أوميغا السؤال الثالث ويطلب منا إتبات أن جي مرجح النقط أم أم فتحة أم فتحتين المرفقة بالمعاملات 2 نقص 2 واحد على الترتيب مستقل عن النقطة أم لدينا لاحقة أم هي زاد وبالتالي لاحقة أم فتحة هي زاد فتحة يساوي 1 زائد E في زاد نقص 1 وأن فتحتين لاحقتها زاد فتحتين يساوي 2E في زاد نقص 2 نقص E وعليه تعطى اللاحقة زاد جي للنقطة جي مرجح النقط أم أم فتحة أم فتحتين المرفقة بالمعاملات 2 نقص 2 واحد على الترتيب بالعلاقة زاد جي يساوي 2 في زاد نقص 2 في 1 زائد E في زاد نقص 1 زائد 2E زاد نقص 2 نقص E على مجموع المعاملات 1 أي زاد جي يساوي 2 زاد نقص 2Z نقص 2E زاد زائد 2 زائد 2E زاد نقص 2 نقص E أي زاد جي يساوي نقص E نلاحظ أن لاحقة زاد جي ثابتة وهذا يعني أنها مستقلة عن النقطة أم وهكذا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة